وصلت بعثة المنتخب الوطني للكراتي إلى مدينة قونيا التركية للمشاركة في النسخة الثانية عشر من بطولة العالم للناشئين والشباب وتقام البطولة خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثلاثين من الشهر الحالي وبمشاركة أكثر من ألف وثمانمائة لاعب ولاعبة من مائة وخمس دول ويرأس وفد المنتخب إلى مدينة قونيا التركية منار شعف أمين سر الاتحاد والمدير الفني للمنتخبات محمد إبراهيم بالإضافة لللاعبين واللاعبات يمثل متحف قطر الأولمبيو الرياضي قصة تطور قطر الرياضية وتحولها إلى وجهة رياضية عالمية بارزة المزيد في التقرير التالي أدى النجاح والإنجاز الهام الذي حققته قطر بتنظيم دورة الألعاب الأسيوية بالدوحة عام 2006 إلى بناء متحف قطر الأولمبيو الرياضي الذي يعرض تاريخ الألعاب الأولمبية ورياضية عبر العصور وثقفة قطر الرياضية يتمثل هدف المتحف في إتاحة الفرص أمام الزوار لاستكشاف شغف البشرية منذ الأزل بالرياضة وتطورها بدءا من ألعاب الصيد الأولى إلى المهرجان الأولمبي في اليونان القديمة مرورا بظهور الألعاب المبنية على قواعد مثل كرة القدم حتى الأحداث الرياضية الضخمة التي تنظم حاليا مع بداية كاس العالم في قطر حبينا نحن نسوي متحف خاص يتكلم عن الرياضات التي كانت في قطر طبعا عندنا قاعة إن شاء الله ستفتح في شهر عشرة ثلاثين عشرة ستتكلم عن تاريخ الرياضات في قطر ومن هنا ستعرفون أن شلون قطر استضافت كاس العالم وعندنا بعد وايد أشياء تخص تاريخ الرياضات حول العالم مثل عندنا كرة قدم 1888 من بريطانيا وقبيل كاس العالم ينظم المعرض جناحا خاصا لأرض تاريخ الفيفا الكروي من ملابس وأدوات رياضية تتعلق بكرة القدم والتجهيزة القطرية لاستضافة بطولة كاس العالم عندنا وايد أشياء أصلية وثمينة عندنا كرة القدم من أرقواي من أول كاس عالم 1930 وعندنا بعد تشيرتات عشرين تشيرت من لاعبين كرة الرياضة مثل ديوغا مارادونا 1986 و 1987 وعندنا تشيرت ديفيد باكم 2002 وعندنا بعد تشيرت ميسي من 2006 وعندنا تشيرت تات بيلي من 1971 كما يسلط المتحف الضوء على قصص الرياضيين الملهمة والتعرف على تنوع رياضات على مر الزمان وفي كافة أنحاء العالم أعلن فريق ريال مدريد الإسباني غياب نجم الفريق ولاعب وسطها الكرواتي لوكا مودريتش عن مواجهة لايبزيك الألماني ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة في مسابقة دور أبطال أوروبا وأعلن النادي الملكي أن مودريتش كان ضمن المستدعين من قبل المدرب أنشلوتي لهذه المباراة لكنه استبعد في اللحظات الأخيرة ولن يسافر مع الفريق دون أن يكشف النادي عما إذا كانت هناك إصابة تعرض لها الكرواتي أو أسباب أخرى أدت إلى ذلك أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا أعلن فيه عن إصابة النجم الإسباني سيرجي روبيرتو خلال مباراة الفريق ضد أتلتك بلباو في الدوري الإسباني وأشارك روبيرتو في مباراة برشلونة ضد أتلتك بلباو منذ بدايتها وحتى نهايتها ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه وبعد المباراة كشف النادي الكتالوني عن تعرض ظهير الإسباني لإصابة في كتفه من المتوقع أن يغيب على إثرها عن المباريات في الفترة المقبلة وأرجحت بعض التقارير الصحفية أن مدة غياب روبيرتو ستتواصل حتى نهاية العام الحالي شهد الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تتويج نادي بوكا جونيورز باللقب للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه في سيناريو مثير واستثنائي جاء بفضل الغريم التقليدي ريفر بليت وأتعادل بوكا مع ضيفي اندبندنتي بنتيجة هدفين لهدف في حين هزم ريفر بليت ريسينغ الذي كان باستطاعته التتويج لو لا خسرته بنتيجة هدفين مقابل هدف وبذلك أهدى ريفر بليت الغريم التقليدي للبوكا اللقب بعدما وصل الأخير للنقطة الثانية والخمسين بينما بقي ريسينغ كلوب عند حاجز الخمسين نقطة